الجامعة الافتراضية السورية كتاب أصول محاكمات مدنية 2 لمؤلفه الدكتور أيمن أبو العيار الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان القواعد العامة في الطعن بالأحكام القضائية تقدمة مبادرة ضوء بصوت أمال عنبر يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني والأخير من الوحدة التعليمية الخامسة أي الصفحات من رقم 80 إلى 88 وهذا يشمل الفقرات التالية مواعيد الطعن في الأحكام وورد ضمنها تعريف مواعيد الطعن وقف الميعاد وجزاء مخالفة ميعاد الطعن وأيضاً إجراءات تبليغ الطعن سلطة المحكمة الناظرة في الطعن وأخيراً التمارين الموجودة في نهاية الوحدة ونبدأ بمواعيد الطعن في الأحكام 1. تعريف مواعيد الطعن هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم ويتوجب رفض الطعن إذا قدم خارج المدة القانونية وفق أحكام المادة رقم 223 أصول محاكمات وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء ذاتها حسب المادة رقم 224 أصول محاكمات لأنها من مهل السقوط والأصل أن معاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم عملاً بالمادة رقم 18 التي تنص على أنه إذا نص القانون على معاد لرفع دعوة أو تقديم طعن يبدأ المعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وقد نصت المادة رقم 223 أصول محاكمات على أن مواعد الطعن في جميع الأحكام يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها تمشياً مع الأصل المذكور ولا يغير من حكم هذا الأصل ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بشورة قاطعة قبل تبليغه إليه أصولاً وبناء عليه فإنه ينبغي على المحكمة أن تتحقق من تاريخ تبليغ المطعون ضده للقرار لعده مقدماً ضمن المدة القانونية على أن مجرد استخراج أحد الخصوم للحكم بغية الاطلاع عليه أو تبليغه ليس من شأنه أن يجري المعادة بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلم خصمه به حتى تسري آثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن ولا يكفي العلم بالحكم لعده مبدأً لميعاد الطعن كما لا يقوم تبليغ الإختار التنفيذي مقام تبليغ الحكم ولا يجعله ميعاد الطعن شارياً وبمقتضى الفقر عجيم من المادة رقم 223 أصول محاكمات يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه فتاريخ تبلغ طعن الخصم يعد مبدأً لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه كما أن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن بحيث يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم استدعاء طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد حسب المادة رقم 223 جيم أصول محاكمات على أن مواعد الطعن إن كانت بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير فإن ذلك منوط بأن يكون التبليغ قد تم بصورة صحيحة فإعلان الحكم أي تبليغه في موطن الأعمال لا يعتد به متى كانت الخصومة التي صدر فيها الحكم لا تتصل بتلك الأعمال ومن حيث إن موطن الوكيل بالخصومة هو المعدود في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل فإنه لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أثر قانوني أي أن ميعاد الطعن يبقى مفتوحاً ولا يسري إلا بتبليغ الحكم إلى الوكيل بالخصومة لمطلان تبليغه إلى الموكل واستثناء من قاعدة لا يدار الشخص بعمله المشروع فإنه يسري ميعاد الطعن في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم حسب المادة رقم 223 باء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة ولو حكم ببطلان التبليغ ويأخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن تاريخ قيده في جل المحكمة المختصة كالتي أصدرت الحكم بالنسبة للطعن بطريق النقد وقد نصت المادة رقم 233 باء على أن ميعاد الطعن يسري في حق من طلب تبليغ الحكم حال تعدد المحكم عليهم من تاريخ تبليغ أول واحد منهم وقد قيدت المادة الحكم بأن يتم التبليغ إلى جميع المحكم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوة أو وكلائهم وبالتالي فإنه إذا تم التبليغ بناء على طلب ديوان المحكمة فلا يصح عد تاريخه مبدأ لميعاد الطعن إثنان وقف الميعاد تنص المادة رقم 225 أصول على أنه يقف ميعاد الطعن بموت المحكم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال شفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف ويستأنف الميعاد إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكم عليه في موطنه أو في آخر موطن كان للمحكم عليه بحيث يعتد بالمدة السابقة على الانقطاع وإذا وقف ميعاد الطعن ولم يقوم المحكم له بتبليغ من يقوم مقامه فإن حق الطعن لا يشقط إلا بمضي 15 سنة عملا بالقاعدة العامة في التقادم وبالمثل بالنسبة لتقادم الحق الثابت فيه ثلاثة جزاء مخالفة ميعاد الطعن تنص المادة رقم 222 أصول محاكمات على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعذ الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ويدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقط ويعد الطعن مرفوعا في ميعاده إذا أودعت صحيفته في ديوان المحكمة بعد أداء الرسم والتأمين المقرر خلال الميعاد وننتقل إلى إجراءات تبليغ الطعن ورد فيها يتم تبليغ صحيفة الطعن وفقا للأصول المتبعة في تبليغ استدعاء الدعوة ولا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه أو إذا كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه لأن الغاية من الإجراء قد تحققت تطبيقا للمادة رقم أربعين أصول محاكمات فلا بطلانة من دون ضرر وإذا مات المحكم له في أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم حسب المادة رقم 126 أصول وإذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة وجب على الطعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة خلال مدة خمسين وأربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه ننتقل إلى سلطة المحكمة الناظرة في الطعن لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين وهذا من النظام العام ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي فالمشافع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام فمن باب أولى يكون جواز الالتجاء إلى محكمة الطعن من عدم جوازه فهي من الأمور التي يتعين على المحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها وعليها أن تقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة أو إذا كان الطعن قد رفع ممن رضي بالحكم أو رفع على من تنازل عن الحكم أو إذا رفع استئناف عن حكم صادر قانونا بالدرجة الأخيرة أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة محاكمة ولم يتوافر شبب من أسباب الطعن في الحكم بإحدى هاتين الطريقتين وعلى المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في كل ما يتصل بالنظام العام من المسائل القائمة أمامها وحتى تعد المسألة المتعلقة بالنظام العام قائمة أمام المحكمة ومن ثم يتعين عليها الفصل فيها فإنه ينبغي أن يكون الطعن في الحكم قد رفع بصورة صحيحة أمام المحكمة وأن تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم وأخيرا ينبغي أن لا يسوء الفصل في المسألة المتعلقة بالنظام العام مركز الطاعن فلا ينبغي للإستئناف مثلا أن يسوء مركز المستئنفي بإستئنافه الذي رفعه ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لأمر لم يعرض عليها فاحترام حجية الأحكام يترجح على أي مسألة أخرى ولو كانت متصلة بالنظام العام ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة لا يدار الطاعن من طعنه والأساس القانوني لقاعدة لا يدار الطاعن من طعنه هو مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين فهي تطبق عندما يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئنافا أو نقضا فإذا مارس خصمه الطعن بذات القرار ولو بصفة تبعية لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراء لها من أدلة الدعوة وننتقل إلى التمارين الموجودة في نهاية الوحدة اختر الإجابة الصحيحة الحق في الطعن A يقبل الإسقاط مطلقا B لا يقبل الإسقاط مطلقا C يقبل الإسقاط قبل صدور الحكم D يقبل الإسقاط بعد صدور الحكم والإجابة الصحيحة هي D يقبل الإشقاط بعد صدور الحكم مواعيد الطعن في الأحكام هي مواعيد A سقوط لا تقبل الانقطاع ولا التوقف إلا بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال شفة من كان يباشر الخصومة عنه B تقادم تقبل الوقف والانقطاع C سقوط تقبل الوقف والانقطاع مطلقا D تقادم لا تقبل الوقف والانقطاع والإجابة الصحيحة هي A مواعيد الطعن في الأحكام هي مواعيد سقوط لا تقبل الانقطاع ولا التوقف إلا بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال شفة من كان يباشر الخصومة عنه يكون للخصم مصلحة في الطعن بالحكم إذا A حكم عليه بشيء لصالح خصمه فقط B لم يحكم له بشيء من طلباته فقط C كل ما تقدم أم D ولا خيار مما ذكر والإجابة الصحيحة هي C كل ما تقدم نهاية التسجيل نهاية الدرس الثاني توقف التسجيل عند الصفحة رقم 8 توقفت